هل ينتبك القلق حيال تطوري طفلك في المراحل المختلفة؟ هل تخشين أن يكون طفلك قد تأخر في الجلوس؟ الزحف الماشي؟ تعالي نتعرف معا على السن المتأخرة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك تأخر الجلوس عادة ما يجلس الطفل ما بين عمر 4 و 6 أشهر ويتقن الجلوس ما بين عمر 6 و 8 أشهر وفي حال تأخر طفلك عن هذه المراحل يفضل اشتشارة الطبيب تأخر الزحف الزحف ليس من المؤشرات التي يعتاد بها لأن هناك أطفال يفضلون الماشي ولا يمرون بمرحلة الزحف ولكن عادة توقع أن يزحف طفلك ما بين عمر 8 إلى 10 أشهر تأخر الماشي يبدأ الطفل في الماشي ما بين عمر 7 إلى 13 شهرا سواء كان متكئا على الكنبة أو بدعم من أبويه ويتقن الماشي ما بين عمر 11 إلى 14 شهرا أما عن السن التي يعد فيها الطفل قد تأخر في الماشي فهي سن 18 شهرا والتي لم يحاول الطفل الماشي فيها مطلقا وهنا يجب على الأم مراجعة الطبيب لمعرفة السبب هل هو عضوي أم سبب أخر تأخر التسنين يبدأ الطفل في التسنين عند عمر 6 أشهر إلى سنة ويعتبر الطفل متأخرا في التسنين إذا أتم عمر العام دون ظهور أسنان على الإطلاق وهنا يجب مراجعة الطبيب للتأكد من أن كل شيء على ما يرام تأخر الكلام هذه المرحلة ممتدة مع الأم وتطورها يأخذ أشكالا كثيرة مثل المناغات في العام الأول وسماعك لكلماته الأولى في آخر العام الأول أو أول العام الثاني ثم في العام الثالث تجدين الطفل قد بدأ في تكوين جملة صغيرة من كلمتين إلى ثلاث قد تجدين الفتيات لديهن قدرة على الكلام في وقت مبكر وبشكل أكثر وضوحا عن الأولاد وكذلك فإن ترتيب الطفل في الأسرة يؤثر أيضا في قدرته على الكلام فتجدين الطفل الأول قد يبدأ في الكلام متأخرا عن الثاني هذا طبعا إذا كان الطفل لا يعاني من مشكلة تمنعه من الكلام وأخيرا يجب أن تتأكد عزيزتي أن تطور الأطفال يختلف من طفل لآخر حسب طبيعته الشخصية والبيئة المحيطة به وعندما ينتبك الشك حيال أي خطوة من خطوات التطور إلجأ للطبيب للتأكد من أن كل شيء على ما يرام شكرا على المتابعة راسلون بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم منا أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة